أعرب سمو الشيخ سلطان بن زايد أنهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات عن ارتياحه لسير ركوب القدرة في مهرجان سموه الدولي العاشر للفروسية وقال إن المنافسات سلت وفق الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى المحافظة على الخيل والفرسان وقال سموه إن القوانين في قرية بوذيب العالمية للقدرة لم تأتي من فراغ بل من تجربة تراكمية وخبرة نوعية في مجالات الفروسية كافة مشددا على ضرورة أن تستمر في ممارسة رياضة القدرة بالطرق الصحيحة أو عدم ممارستها ولا خيار آخر غير ذلك